بسم الله الرحمن الرحيم أنا زميلكم عامل اللمع اليوم إن شاء الله سأكون معكم بشرح المحاضرة الخامسة ألا وهي نيرفا سيستم 1 إذا بتذكروا المحاضرة الماضية اللي هي لكتر فور أخذنا فيها زي مقدمة عن النيرفا سيستم اللي أخذنا فيها الأكشن بوتنشن صح؟ بهاي المحاضرة رح نأخذ إن شاء الله اللي هو النيرفا سيستم هنبلش نفصل فيه هسا بدي أحكي لكم شغلة النيرفا سيستم تمام بينقسم إلى سي أن اس أوكي و بي أن اس هسا النيرفا سيستم بينقسم إلى سي أن اس شو يعني سي أن اس؟ سنترال نيرفا سيستم ها الجهاز العصبي المركزي سي أن اس طيب اسمه جهاز عصبي مركزي يعني شو لازم يتكون شو مركز العصاب كلها بالجسم اللي هم اللي برين والسباينا الكورد اللي برين والسباينا الكورد تمام الدماغ والحبل الشوكي طب شيني بريفيرال؟ بريفيرال معناها طرفي فجهاز العصب الطرفي كل الأعصاب الثانية اللي هو غير البرين والسبانر كورد بنسميهم بريفيرال نيرفل سيستم أو البي انا اس اوكي واذا زي ما حكينا انه السي اناس بتكون من البرين والسبانر كورد بي اناس من شو بتكون من كل الأعصاب الواقع هسا في زي يعني خلني حكي دورة بمر فيها اي معلومة بتدخل على الجسم كمعلومات تمام كإشارات كهاي اخذ هسا مثال تمام على سبيل المثال الواحد انجرح انوخز بابرة اللي هو تمام هسا بالمنطقة اللي هو حينجرح فيها او تعرض لاشي فيها هيكون فيه ريسبتور مستقبل هاي المستقبلات رح تنقل الاشارة عن طريق شو اكشن بوتنشل رح يتكون عندي اكشن بوتنشل رح يعني يتكون عندي سيال عصبي رح ينتقل عن طريق البي اناس تمام حيضل ماشي الى الاسباينال كورد من الاسباينال كورد يطلع البريين واحيانا ممكن ما يطلع البريين عن طريق الاسباينال كورد نفسه هو اللي حيعمل الاستجابة هسا المهم هابا حنوخز له قدام ان شاء الله المهم اللي لازم يعرفو انو السي ان اس هو اللي بتحكم بكل الجسم فعليا تمام هو الاشي الاساسي المهم بالجسم اللي حيتحكم فيه ليش لان هو اللي رح يرسل مثلا السيالات هو اللي رح يرسل شو تسوي هو اللي رح يفكر وصلت يعني كيف دي احكيلكو هسا خلينا نكامل على هذا المثال نفسه تمام مش حكينا تعرض انت لمؤثر انتقل عن طريق من الريسبتور راح عن طريق يعني في ريسبتور هون هذا الريسبتور نقل لهذا العصب للعصب والعصب راح للسيالات بشكل عام تمام هسا السيالات بيدوره شو بيعمل السيالات بيرسل اشارة تمام بيرسل اشارة الى اشي اسمه شو افكتور طيب شو يعني افكتور الافكتور هو المؤثر بحيث انه هذا الافكتور هيأثر بطريقة معينة يعني هاي الريسبتور عمل زي احساس حسب الموضوع ودهه للسياناس السياناس ارسل اشارة انه يا جسم يتوجع انه يا المنطقة المعينة مثلا صيري حمرار فيكي صيري كذا اللي هو كل هذا عن طريق الافكتور هسا في مصطلحين مهمات جدا تمام موجودين من ضمن البياناس شو همه الافرنت ديفجن والايف ونفتور accessibility هسا اللي هو شكل رئيسي الافرنت والايفرنت عافرنت إيفرنت هسا الا لا نرجع لهن تمام نرجع لهن العصب اللي حس بالموضوع اللي حس بالمؤثر وراح للسياناس شو بنسميه افرنت شو بنسميه افرنت اما العصب اللي ياني حمل هاي الاستجابة اللي اخذها من السياناس يعني راح من السي اناس الى الافكتور بنسمي ايفرنت كيف تحفظوها ايفرنت جاي من الافكتور يعني الافكتور اللي هو المؤثر فالافرنت ديفجين من البي اناس اللي هو الافرنت نير تمام شو بيسوي بروح لالافكتور بيعمل استجابة وصلت يعني اني جعل مخطط هذا اللي حطيت الدكتورة الافرنت بحسب الموضوع بيوديه الى السي اناس السي اناس بروح بانقل الشان عن طريق الافرنت ديفجين وصلت? اوكي هسا بالنسبة للافرنت تمام اللي هو حيحس بيكون عندي نوعين سينسوري ستيميولاي او شو? فيسيرال ستيميولاي كيف يعني سينسوري ستيميولاي او فيسيرال ستيميولاي هسا سينسوري ستيميولاي ان المؤثر خارجي عن طريق الريسبتور الموجود هون هسا هو مش ريسبتور خلينا نسميه سنسوري أحسن يعني الرسبتور أنا حكيت قبل شوي الرسبتور ممكن مصطلح أحسن من الرسبتور اللي هو شو سنسوري نيرف يعني شو يعني سنسوري معناها حساس وصلت يعني هو بيكون حساس لأي متغيرات بتصير تمام فالسنسوري هيا سنسوري ستميلاي بيكون زي هيك في عندي أنا سنسوري نيرف هذا السنسوري نيرف هيروح هو اللي هيرسل هاي من ضمن الافراند ديفجين وصلت بالنسبة للفيسيرال ستميلاي فيسيرال معناها داخلي حشوي يعني جوة جسل نفسه جوة جسل نفسه ممكن يرسل إشارة عن طريق الافراند ديفجين يرسلها إلى السي أن اس والسنس روح يأثر عن طريق الافراند ديفجين هسا الافراند نوعين أوكي سوماتيك نيرفا سيستم والأوتونوميك نيرفا سيستم يعني السي أن اس مش حكينا حيرسل إشارة هاي الإشارة اللي رح يرسلها السيانس بتكون عن طريق الإيفراند ديفجين صح ولا لا زي ما اتفقنا هسا الإيفراند ديفجين نوعين السوماتيك السوماتيك نيرفا سيستم والأوتونوميك نيرفا سيستم هسا السوماتيك اللي هي زي خلني حكي الجسمي اللي انت قادر تتحكم فيه تمام اللي هو الجهاز العصبي الإرادي اللي أنا بقدر أتحكم فيه أما الأوتونوميك نيرفا سيستم هو الجهاز العصبي اللا إرادي اللي أنا ما بقدر أتحكم فيه طيب بما أنه أنا بقدر أتحكم فيه فهو عن طريق الموتر نيورون موتر مناح حركة فهي عن طريق العصبونات الحركية عن طريق الموتر نيورون هاي الموتر نيورون هتروح تأثر بإيش بسكليتل موسيلز هسا الموسيلز عندنا ثلاث أنواع صح ولا لا سكليتل موسيل موسيل و smooth muscle تمام والنوع الاخير اللي هو cardiac muscle ايه تمام هس ال smooth muscle وال cardiac muscle وال cardiac muscle هذون انا ما بقدر اتحكم فيهم انا بالوضع الطبيعي ما بقدر اتحكم بعضلات قلبي ولا بقدر اتحكم بعضلات الجهاز الارضمي عندي صح ولا لا فالجهاز الارضمي هو فيه مثال على smooth muscle والقلبي مثال على cardiac muscle بينما انا قادر والله اني ارفع وزن معين طيب انا كيف قدرت ارفع وزن هذا الوزن معين انه انا عندي اعضلات اللي هي skeletal muscles هاي اللي skeletal muscles بتم التحكم فيها عن طريق somatic nervous system اللي هو الجهاز العصبي الاراضي طيب كيف عن طريق motor neuron اللي هو من شو العصبونات الحركية اوك اما الجهاز العصبي اللي اراضي زي ما حكينا نوعين simbathetic nervous system والبرا simbathetic nervous system تمام حناخذها simbathetic والبرا simbathetic حيمروا معكم من هون لحتى تخلصوا التخصص تمام مهمات حنفصلهم ان شاء الله لقدام اوكي فاذا انا عندي simbathetic والبرا simbathetic nervous system اوكي حس السمbathetic والبرا simbathetic اللي هو نفسه الوتونوميك nervous system اوكي رح يتحكم بالسموث مصل يتحكم بالكارديك مصل زي ما حكينا ويتحكم كمان بالغدد انت هل انت بتقدر تحكم بافراز الغدد لا انت ما بتقدر تحكم بافراز الغدد طيب معناتك مين بتحكم بهذا الاشي هل ما اقول بيفرز ما بدها لا اللي بتحكم بهذا الاشي هو الوتونوميك nervous system اوكي تمام فلن عندي معلومة هون اللي هي شو اه كمان انا عندي انترك nervous system طيب شو انترك nervous system هو يعني انه بال بالقناة الهضمية في انا عندي هناك شبكة من الاعصاب شبكة من الاعصاب موجودة في القناة الهضمية تتحكم بالقناة الهضمية بشكل عام اوكي فهي عبارة عن شو انترك nervous system هاي معلومة عن هامي صراحة الموضوع الهم هون اوكي تمام هسا المفروض انه ان شاء الله يكون كل الامور تمام تمام هسا بالنسبة لاللي مكتوب هون اللي هو على الافراند والايفراند في اشي اسمه انتر نيرون هسا نشرحه هسا الافراند والايفراند صور نعرف عنهم صح ولا الكلام المكتوب هون انا اغلبوا حكيته بس انه بحكي لك اتهازا long axon and is found mainly in the بانس تمام اما بالنسبة برضو نفس الاشي هسا بالنسبة الانتر نيرون هسا هنحكي عنها اوكي خلينا اشرح على الرسم شو رأيكم على الرسم اوضح اوكي تمام زي ما حكيت هاي عندي ريسبتور الريسبتور بيستقبل اشارة معينة تمام هاي الاشارة اللي بيستقبلها الريسبتور بينقلها عن طريق الافراند نيرون تمام حيروح وين بعدين على السيانس شو السيانس اللي هو البرين السباران كورت هسا السيانس رح يروح يرسل اشارة عن طريق الافراند نيرون بيأثر بعدين على مين بيأثر على الافكتور اورغن هسا الشيان الافكتور اورغن اللي هم الاعضاء اللي رح تقوم بالاستجابة الى الاشارة اللي جاي من السيانس شو ما هذون الاعضاء ممكن تكون موسل او نفس اللي حكنا الموسل زي سموت موسل كارديك موسل سكليت الموسل او موسل تمام فاذا وصلت هاي المعلومة عرفنا بشكل عام كيف يصير هسا في شوية معلومات مهمة جدا اول معلومة عندي بالنسبة لالافراند نيرون السيل بادي تبحها بيكون وين بالبي اناس طبعا هون بي اناس هون سي اناس لو تلاحظوا السيل بادي تبع الافراند نيرون وين موجود بالبي اناس بينما لو ننزل على الافراند نيرون السيل بادي تبحها وين موجود جوا السي اناس نفسه وصلت هسا هاي المعلومة مهمة هاي المعلومة موضع اسئلة عن جد ممكن يجيبوا اسئلة زي هيك انه مين صح ومين غلط هاي اشي مهم جدا وصلت ف السيل بادي تبع الافراند وين بالبي اناس اما السيل بادي تبع عفوا سيل بادي بالبي اناس اما السيل بادي موجود بالسي اناس طيب يا عامر انا كيف احفظها يعني صار عندي تخربط شوي هسا اما بتحفظها بصم او انه هسا مش هاي طبعا في اشي اسمه قبل لا أشرح هذا الأشي. في اشي اسمه انتر نيرون. طب انتر نيرون يعني زي بين الأعصاب. فالأفرنت بالبين اس. طيب والإيفرنت برضو بالآن. الإيفرنت برضو بالبين اس. طيب. هسه مش في اشي لازم ينقل ما بين الأفرنت والإيفرنت. اللي هو اسمه شو? الانتر نيرون. طب الانتر نيرون وين موجود؟ موجود بشكل كامل بالسيان اس. شايفين كيف؟ اذا وين موجود الانتر نيرون بشكل كامل بالسيناس. حسا الانتر نيرون حيودي المعلومات الى وين? للسل بادي تبع الافرانت وينتقل بعدين للافكتر أورجا. اوكي تمام. هاي هي خلاصة هالعملية. اذا افرانت بيروح للانتر نيرون الموجود بالسيناس. بعدين بيروح للافكتر أورجا. تمام? هاي المعلومة مهمة. طبعا هون نفس المبدأ اللي حكينا. طبعا زي ما قلت انا اول المحاضرة. شو هي السيجنل? شو هي الاشارات اللي رح يتم ارسالها في طول هاي العملية. يعني شو اللي اشي اللي رح يتكون بالرسبتور ينتقل عن طريق الافرانت. يروح للانتر نيرون من انتر نيرون للأيفرانت. اللي هو شو اسمه? الاكشن بوتنشيل. السيال الحصبي. صح ولا لا? اوكي. هسا عندي اشي اسمه لقليلسلز. لقليلسلز هي الخلايا الدبقية. هسا تسعين بالمية من السيناس هو عبارة عن قليلسلز. يعني او نيجح السيناس هون. نحنا نعرف انه فيه انتر نيرون. فيه برضو كمان السيبودي تبع الافرانت صح ولا? برضو برضو. تمام? انا عندي هون هيك. خلنا نفترض هون. عندي هون زي الخلايا الدبقية. هاي الخلايا الدبقية تسعين بالمية تسعين بالمية من السيناس هي عبارة عن قليلسلز. اوكي. هسا القليلسلز زونات سين سيجنلز. هاي مهمة جدا. كيف يعني? يعني النيرون هي الخلية العصبية. الخلية العصبية نيرون زي هيك. عفوا. النيرون زي هيك بيرسل سيجنل عن طريق الاكشو بوتنشل زي ما حكينا صح? هسا القليلسلز مش ما بترسل سيجنال. يعني ما بترسل ما بتعمل اكشو بوتنشل. طيب. نحنا يا عمر بما انها ما بترسل سيجنل. ليش موجودي تسعين بالمية من السيناس? يعني تسعين بالمية من السيانس هو عبارة انجليا سيلز. طيب ليش? شو وظيفتها؟ شو استفدنا منها؟ ايوه. الاستفدنا منها انها هي بتعمل سبورت تعمل دعم. بتعمل دعم للايش. طيب شو بتدعم? بتدعم الانتر النيورون الموجود بجوال السيانس. طيب كيف تدعمه؟ بتدعمه اه فيزيكلي, ميتابوليكلي وفنكشنالي. تمام? يعني بتدعمه كا اه وضيء كا يعني دعم بشكل عام. تمام? اوكي. هسا عندي اربع انواع من الغليل سلز الأستروسايت الأوليغو دينتروسايت والمايكروقليا والإبنديمان تمام فإذا أنا عندي أستروسايت أوليغو دينتروسايت مايكروقليا والإبنديمان سلز هسا نعرفهم واحدة واحدة هو نفس الإشي نفس الأخذناها المحاضرة الماضية إنه النيورون إذا بتذكروا كمان كان المسل هم مشوا إنه خلايا يتم بتقدر أنت تتملهم يعني بتقدر أنت تثيرهم تقدر تعمل اكشي بوتنشيال فيهم صحبا ليلا لانه بصير فيهم اكشي بوتنشيال وبينقل هذا الاكشي بوتنشيال اوكي الله اكبر هسه بالنسبه لأول نوع عنا اللي هو الاستروسايتس شو هي الاستروسايتس الاستروسايتس هي عباله عن ستار لايك ستار لايك سيلز الفونكشن تباحهم كريات برابر مايكرو انفيرومنت دات اس ريكوية فور برابر فونكشن أوف نيربس زي شو يعني من الاخر من الاخر شو وظيفة الاستروسايت او شو نعرف عن الاستروسايت الاستروسايت نعرف عنها اول اشي انها ستار لايك سيل تمام ثاني اشي انها بتعمل بتزود بتعمل سبورت وبتزود تزود النيورون بالنيوترشن تمام وبتعمل برابر مايكرو انفيرومنت يعني بتعمل بيئة مناسبة للنيورون انها تعيش بيها صح تمام هسا النوع الثاني اللي هو الوليغو دنتروسايت الوليغو دنتروسايت شو بتعمل الفونكشن تباحها secret myelin sheath هسا اذا بتذكروا بالمحاضرة الماضية حكينا اشي مهم اللي هو انه في بعض الاعصاب بيكون على اللي اكز انتباحها myelin sheath اللي هي غيمت مليني صح ولا لا فاللي بيفرز هاي المايلن sheath هو الوليغو دنتروسايت اوكي تمام هسا هاي يعرفنا بوظيفة الوليغو دنتروسايت المايكروغلية وظيفة المايكروغلية بتعمل فاقوسايت فورين ماتيريال يعني بتبتلع المواد الغريبة يعني اذا دخل اشياء غريبة على السيانس بيجي هاي المايكروغلية بتبتلعها وبتتخلص منها اوكي بالنسبة لاخر نوع اللي هو الابنتيمال سيلس الابنتيمال سيلس شو وظيفتها بتعمل secret يعني بتفرز السي اس اف هاي مهمة سي اس اف هيمر معكو كثير برضو السي اس اف هو عبارة عن سيريبرال سباينال فلويد فاذا مين اللي بيفرز سيريبرال سباينال فلويد ابنتيمال سيلس طيب شو وظيفة السي اس اف السي اس اف او السيريبرال سباينال فلويد وظيفته make brain mass light and cushioning it طيب شو يعني هاد الكلام هسا ننفرض وزن الbrain اثنين كيلو طب هل معقول على سبيل المثال طبعا هاد من عندي هل معقول اثنين كيلو هيك يكون موجود برأسنا مثلا ويكون بهلواز اللي ثقيل بلاش هل معقول انا اي ضربة بأكلها مثلا اي ضربة مثلا عنقات عراسي اكل ضربة على عراسي هل معقول دايما يضرر لا طب شو في وسائل الحماية في البون اللي هناخده بعدين اللي هي السكال الجمجمة في كمان ميننجيز هناخدها كمان شوي بس واحدة من هاي الطرق انه انا عندي سي اس اف اللي هو سيريبرال سباينال فلويد يعني هو عبارة عن سائل موجود بالسي اناس بيحمي السي اناس هسك اساس بجيبلكم صورة ثماني بس هاي حولت اجيبلكم صورة عشان توضح الامور هاي اللي برين طبعا من السباينال كورد نفس المبدأ في حواليه فلويد في حواليه سائل اسمه السياسة السيريبرو سباينال فلويد هسا شو معنى سيريبرو سباينال فلويد السيريبرال جاي من انه دماغي يعني موجود بالدماغ عندي الدماغ سباينال من السباينال كورد فلويد اللي هو سائل يعني السائل هو فعليه موجود بالدماغ وبالسباينال كورد شو بضيفته اذا بيعمل بيخفف وزن الدماغ وبيعمل زي بيعمل زي المخدلة للدماغ تمام بيحمي الدماغ من الضربات تمام دكتور حكت نوت اللي هي انه لازم تركيز وتركيز الاكسجين وتركيز الاكسجين بس يا ناس مهما صار لازم يكون ثابت تمام مش لازم يتغير تركيزهم اوكي فهي معلومة مهمة بقومنا دكتور حكتها انه تركيز الاو تو وتركيز الاكسجين لازم يظل ثابت تمام طيب هسا بدنا نعرف هاي اللي حكتلكو عنها قبل شوي كيف بيتم حماية السي اناس بيتم حماية السي اناس اولا عن طريق الكرينيوم او السكال اللي هي الجمجمة اظن اخدتوها بالاناتومي كرينيوم او السكال تمام شو بضيفتها تعمل انكلوز بتحمي بتغطي البراين تمام شو اللي بيحمي سباينا الكورد اللي هو الفيرتبرا الكولم العمود الفقري يعني العمود الفقري بيحمي الكرينيوم او السكال تحمي اوكي هاي اول طريقة اللي هي عن طريق العظام ثاني طريقة انه الدماغ والسباينا الكورد برضو او السي اناس بشكل عام ما احمي عن طريق اظن اخدتوها بالاناتومي او اخدتوها حتى هي عبارة عن طبقات وانا احكيلكو هون هي مش موجودة هون طيب هي موجودة يعني هسا باخر محاضرة ان شاء الله بجبلكوا صورة عليها هي عبارة عن طبقات زي هيك ثلاث طبقات تحمي الدماغ وبتحمي السباينا الكورد تمام؟ تحمي السي اناس بشكل عام شو منسميها مينجيز طيب شو همه الاوتر لايار منسميها الديورامتر الميدل لايار منسميها الاراكنويد متر والاكثر واحدة داخلية او الاقرب للدماغ شو منسميها البيامتر طيب وزي ما حكيتلكو البرين شو في حواليه سي اس اف سيريبرو سباينال فلويد اوكي؟ طيب هسا في شغلة اسمه بي 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 هيمر معكو المصطلح كثير اللي وش اسمه بلاد برين بارير طيب شو هو البلاد برين بارير هو عبارة عن حاجز هو مش حاجز يعني هاي الاوعية الدموية تمام؟ هاذا هي حاجة دموية موجود بالدماغ لو تلاحظوا ان شوفوا كيف فيهون هسا هاي الاشياء مش مطالبين فيها لي تاي جانكشن وهي الاشياء هاي الصورة من عندي انا جبتها من النيت اوكي؟ وبرضو هاي الصورة اثنتين انا جبتهم من النيت مش من السلايدات فيعني بس اخذ الفكرة العامة منهم اوكي؟ هاي عندي وعاء دموي او بلد يعني تمام؟ اللي هو يعني زي شو ده احكيلكو شريان اوكي؟ هاذا الشريان اولا لو تلاحظوا كيف الخلايا تعيته متراصات مع بعضهم البعض هاذا الاشي بيسمح انه ما يطلع مواد يعني مش لازم تكون موجودة بالابرين تطلع للابرين تمام؟ هاي شغلة، شغلة ثانية الاستروسايت اللي حكينا عمها قبل شوي هيا ها من الاستروسايت فإذا الاستروسايت برضو موجودة بالابرين بلد برين برير تحمي الدماغ من انه يطلع له مواد من جوة البلد يطلع للابرين تمام؟ وفيك طبعا مجموعة اشياء ثانية هسا اللي بهمني انه اللي هو هاد اوكي وبعيده بكرر هاي صور مش مطلوبة معكو بس للتوضيح اوكي شو وظيفتها بتعمل زي ما حكيت لكم شو وظيفة البي بي بي وظيفة البي بي انه بيحمي الدماغ من انه يطلع له مواد هو مش لازم تكون فيه موجودة وين بالبلاد تمام طيب فمادة غريبة كانت موجودة مادة ضارة مادة مثلا مايكروب مكان موجود بالبلاد ما حيطلع للدمار ليه لانه عندي بلاد برين برير فاذا شو هم الطرق وحماية السينس اول اشي البون اللي هم السكال والفرتبرال كولم السكال بتحمل البرين والفرتبرال كولم بيحمل ثانية طريقة اللي هي المينينجيز اللي هي الطبقات نبلشهم من جوه هيك من جوه الطبقة الداخلية البيامتر الاركنويد متر والديورا متر اخر طبقة تمام اوكي اظن ناخذينها بلا انا تمي بس مش مشكلة وبرضو انا عندي السف بيحمي واخر طريقة بتحمي اللي هي البي بي بي اوكي تمام هسا البي بي is highly selective شاني selective selective انه انتقائي يعني مش اي اشي موجود بالبلاد بيطلع للبرين مش اي اشي موجود بالبلاد بيطلع للبرين وصلت عشان هيك البي بي هو شماله هو selective طيب طيب هسا شو البي بي it is a series of capillary that regulate the exchange between the blood and the brain اشي طبيعي صح ولا لا هو مجموعة من الشعيرات الدموية بيكون حواليها زي هيك شايفين كيف بتمنع شو بتمنع بتمنع حياخد حاشته فقط حياخد مش مست حاشته فقط مش اي اشي حياخد للبراين اوكي تمام this capillary allow a limited number of substance to pass from blood to brain's cells نفس اللي اشي حكيتو انه لانه في انا عندي بي 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 مش كل المواد الموجودة بالبلاد حتطلع للبراين صح ولا لا طيب the brain need a constant input of oxygen and glucose في الملاد هاي نفس المعلومة اللي حكيناها قبل شوال صح ولا لا انه الدماغ بيحتاج الى نسبة ثابتة من O2 للأكسجين والغلوكوز ما بصير والله ياخد طيب سؤال سؤال مهم جدا شو اللي بيخلي البرين ياخد فقط حاشته ما ياخد زيادة مثلا ما يكون مثلا يوم مستوى الأكسجين بالدم مثلا عسبي المثال 100% واليوم الثاني يكون 98 لا طيب شو اللي أو 98 خلني حكي 88 فشو اللي بيخلي مستوى الأكسجين ثابت بالدماغ شو اللي بيخلي مستوى الثابت بالدماغ اللي هو البلد برين تمام حسا بالنسبة ل السياع الناس السياع الناس حكينا بتكون من البريين وال صحب للا أوكي هسا بني أحكي اللي برين اللي براين من شو بتكون بتكون من البريين ستم جذع الدماغ اللي هو يمتد من هون لون هذا كله جميل طيب هذا يكون جدد من السيربروم أو سيربرال كورتكس هذا يسمى السيربرال أو سيربرالكورتكس تمام؟ سيربرالكورتكس يقوم بتكون من السيريبللم طبعاً في بعض الطاقية أو دعونا نحدثون هنا كمان بفرجيكم حكينا عن جد الدماغ وحكينا عن السيريبللم هي السيربلة اللي هو المخيغ والفور فور برين اللي هو نفسه السيربرول الكورتكس هسه في عندي تركيب اسمه داي داي ما نها اثنين انسيفلون شايفين داي انسيفلون طيب شوه الداي انسيفلون اللي هو عبارة عن الثلمس والهايبوثلمس تمام وين الثلمس لقيا شو الثلمس هي الثلمس الهايبوثلمس هي تحد كلمة هايبو معناها تحد او يعني معناها ناقص بس خلص ثلمس وهيبوثلمس فضوها اذا هاي شو اسمه ثلمس هايبوثلمس اثنيناتهم سوا شو ما نسميههم داي انسيفلون وعندي كمان السيربرل تمام شو السيربرل اللي هو بتكون من السيربرل الكورتكس شو هي السيربرل الكورتكس اللي هي نفسهاي شايفين هاي من سميها شو هاي من سميها السيربرل الكورتكس زائد البازل نيوكلياي طيب وين البازل نيوكلياي هاي هالبازل نيوكلياي شو راي كن نرجع لهون يلا هاي تطبيق أطلس اللي هو ثريدي هاي البراين من الانتيريور هاي انت بشاي بتشوفها من قدام هاي طبعا في شغلي اللي هو البراين ستم خلني حكي هاسا حسن البراين ستم بتكون من المد براين من البونس والميدالة تمام من شو بتكون من المد براين البونس والميدالة تمام نرجع هنا ها طيب وين البراين ستم البراين ستم هاي و قادر بكتوب كانو ل هيك هاي البراين ستم هاي عباره عن المد براين هاي عباره عن البونس هاي عباره عن الميدالة حسن نيجي هاي 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 شو اسمه شوف شوا اسمه سيروبلم. هاي كلها ثنتين سوا هاي كلها عباضها. نسميها سيروبلم المخيخ. هساني اجي على هاي شوي بلا خلنا احذر. آآآ اوكي تمام. اوكي. هساني اجي على هاي. هاي مع التركيب اللي حوليها. شوي نشيل هان. ولا خلص. اوكي خلنشيل هيك على سريع. تمام. هاي هاي هاي. نسميها شو البازل نيوكليال. شو نسميها بازل الويسال اليو كليار. حس لو نشر الويسال اليو كلياري سوى هاي التركيب التي هون هذا التركيب الي هون شو بنسميه هاي بوثالمس التركيب اللي فوقه شو بنسميه منسميه الثالمس. اوكي تمام فلو نيجي تطلع شغاله شوي خلينا نرجع البيزل نيوكليان ها شوي مش حكينا انه الثلمس هي هون صح ولا لا هي الثلمس هاي الثلمس فاق او هاي الثلمس طب طلعوا لي هاي طبعا احنا شايفين هيك من قدام الثلمس وين موجودة شوي اوكي الثلمس موجودة هي بالنص طيب البيزل نيوكليان جاي لاترل فبالتالي الثلمس تيجي ميديل اما البيزل نيوكليان كيف تيجي لاترل تمام تمام هاي توضيح اللي ما فهم البيزل نيوكليان واللاترل هون تمام عرفنا عرفنا كل الازع صاغون نعيد ع السريع البرينستيم هيو السيربلام هيو السيربرام شو السيربرام هو عبارة عن الكورتكس اللي هي السيربرال كورتكس زائد البيزل نيوكليان اوكي تمام هسا في بعض الملاحظات من دكتورا انه اي ضرر بصير عندي بالبرينستيم اللي هو جذع الدماغ بسبب موت الدماغ يعني الدماغ ممكن يموت بسبب ضرر صار بالبرينستيم تمام ممكن كما نسبب لي فقط في الوعي كونشيسنس انه يعني بتغيب عنوية تمام هسا وزن الدماغ برضو معنوات من الدكتورا وزن الدماغ خمسة بالمية من وزن الجسم ولكن مع انه هو خمسة بالمية من وزن الجسم بس حسطه من الاكسجين الشي لخمستاش من الدم يعني اغلب الدم خلني اغلب الاكسجين بروح لهين للدماغ اللي بنسبة 20 لخمستاش بالمية ده اوكي تمام تمام هسا بالنسبة للوظائف تعاونهم بصراحة يعني يفضل انكم تحفظوهم كلهم تمام يعني لو على الاقل تقرؤون القراءة هسا احسن اشي تمالوه تقرأوا القراءة وتركزوا على الاشياء اللي ركزت عليها الدكتورا اللي ركزت عليها الدكتورا حطينا تحته خط اوكي تمام بلش فيهم واحدة واحدة هسا انا حقرأهم قراءة وهحاول انه اشرح اللي بقدر اشرحو بس الامان هذون يعني صراحة اشبه بالحفظو يعني صعب انه احفظو تمام اوكي اول اشي عندي سريبرال كورتكس شو هي الكورتكس اللي الدماغ المعروف هذا اللي كل الناس بعرفوا انه هاي اللي هون تمام طيب شو وظائفه البظائف بتايته سنسوري بيرسيبشن يعني هو اللي بحس تمام الفولانتري كونترول أوف موفينت يعني الحركة الارادية تصدر عن مين تصدر عن الكورتكس هاي مهمة هاي عن جد مهمة اللي هي شو هي مين بعمل الفولانتري كونترول اللي هي سريبرال كورتكس اللي هو مين اللي بيخزن معلومات اللغة عندك مين بيخليك تعرف تحكي باللغة اللي انت بتحكي فيها الكورتكس وبرضو بيرسنولي تريت اللي هي الشخصية تعيتك اوكي والاشياء المنتال افنت زي شو زي تنكينج الكرياتيفتي السلف كونشيسنس تمام هاي كل الاشياء اللي بتعملها مين اللي بتحكم فيها السريبرال كورتكس اللي هي خلني حكي الاشياء العقلية زي شو اللانجوج البرسنولي تريت اللي هو الصفات اللي فيك اللغة تعيتك والحركة الارادية اللي بتحكم فيها الكورتكس هاي مهمة الاحساس السنسوري بيرسيبشن هاي الشياء مهمة طيب البيزل نيوكلياي طيب شو بعمل بعمل ان هيبشن اوب مسل تون هاي مهمة كوردينيشن اوب سلو سستيند موفمنت الحركة البطيئة مين اللي بتحكم فيها برضو البيزل نيوكلياي مين مسؤول عنها البيزل نيوكلياي السابرجن اوف يوزلس باترن اوف موفمنت يعني زي انو خلينا نحكي بيثبت الاشياء اللي مش مفيدة بحركتنا تمام يعني هاي الاشياء هيك زي ما حكيتلكو حاولوا قلها و قلعها وفهموها اكثر واربطوها بطريقكم يعني حاولوا اربطوا 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 ربط بتطبي كثير كثير كثير지도 تمام وكي esperar الثلامس شو وظيفة الهمة relay station for all synaptic input يعني فإذن حكينا الثلمس relay station for all synaptic input crowd awareness for sensation some degree of consciousness يعني بعض الconsciousness برضو بيطلع من هون يتذكر وين مرمانة consciousness هاي هون self consciousness وبرضو من كبان الثلمس rule in motor control فإذن هاي هم الأشياء تعون الثلمس الهايبوثلمس بعمل regulation of many homeostatic function as temperature control thirst urine output and food intake هاي مهمة المهمات ده حطلكو حواليها هاي زي يعني هاي اللي قدامكو في إذن مين اللي بتحكم بالهوميوستاس بالذات للتمبراتر للعطش urine output إخراج and food intake اللي هو مين الهايبوثلمس هاي مهمة عن جد اوكي ويمبورتانت عففون شوي important link between nervous system and endocrine system اوكي هاي مهمة فإذن مين الرابط المهم جدا اللي بيكون between nervous system والإندوكراين الغدد الصماء between الجهاز العصبي والغدد الصماء اللي هو الهايبوثلمس cerebellum خلال انت لما تكون ماشي مين اللي بيعطيك maintenance of balance مين اللي بيعطيك التوازن بحركتك مين بيعطيك كل هاي الأشياء بالتوازن لما تكون انت ماشي خلص يعني كيف دع حكيلك توازن توازن اتزان مين بيعطيك الاتزان cerebellum اللي هو المخيخ اللي هو وين هاي cerebellum تمام اوكي نرجع اوكي اثنين enhancement of muscle tone ايوة وين اول مرة بلشت معي muscle tone او مرت معي muscle tone هايها تمام وين بالباسل نيوكلياي طب الباسل نيوكلياي شو كان يعمل بالمسل تون بيعمل لها inhibition بيثبت المسل تون اما cerebellum هو بيحفز بيشجع المسل تون هاي مهمة في الفرق بيناتهم يعني مين اللي بيحفز ومين اللي بيثبت اوكي ثري coordination and planning of skilled voluntary muscle activation يعني زي اللي بنظم طب مين المسؤول على voluntary muscle مين المسؤول على voluntary movement اللي هو مين الكورتكز زي ما حكينا اوكي مين اللي بنظم هذا الاشي cerebellum اوكي طيب بالنسبة للbrain stem خلننقلها هي كسرية اللي هي origin for majority of behavior cranial nerve هاي اظن اظن ان شاء الله المحاضرة جاية همروا معنا وحيمروا معكم الاناتومية اللي هو من cranial nerve فإذا الperipheral cranial nerve من وين طلعين من brain stem اللي هو بتكون medibrain والbonus والمدالة تمام طيب اثنين الكارديو vascular والrespiratory and digestive control center ليش هسا معلومة هيك جانبية خلوها عندكم الbrain stem بيطلع منه نيرف اسمه الvegas nerve هذا الvegas nerve بتحكم بالقلب بتحكم بالجهاز تنفسي هو بالdigestive control هسا الdigestive كمان control برضو له شوي فإذا كارديو vascular respiratory digestive control center مين اللي هو midbrain تمام جذر الدماء بعمل regulation of muscle reflex involved with equilibrium and posture تمام يعني هاي اشياء قلعة شو كمان المهم هاي rule and sleep wake cycle فإذا هاي الوحيدة اللي مر معنا اشعر النوم فإذا مين اللي بتحكم بدورتك انت بالوضع الطبيعي لما تيجي تنام وتصحى يعني مين اللي زي خلن نحكي اللي بينظم هاي العملية انه متتنام متتصحى وهاي الاشياء اللي هو الbrain stem اوك هسا بدنا نحكي عن الكورتكس شو هي الكورتكس نرجعها أطلس الكورتكس اللي هي هاي تمام شوية نحن نحذف شوية نعمل delete yes نطلع اوك الكورتكس هي هاي الخارجية اللي هون مش هاي 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 الخارجية كلها منسميها الكورتكس هسا الكورتكس تنقسم إلى عدة أشياء عدة لوب تنقسم إلى كم لوب four لوب أربع لوبات تمام شو ما هذون اللوب اللوب هم اللحي هاي 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 اللي هون كلها دقيقة شوي خلينا على الصورة بعدين نرجع هون هاي هاي بنسميها البرائة اللوب هسا اللي عن جهة الإذن شو بنسميها التيمبرال لو أما اللوب الخلفية شو بنسميها الأوكسبيتل لوب تمام نيجي هون هسا وين اللي هاي هاي كلها هاي هاي اللي هون نسميها براية اللوب هاي اللي هون. طبعا نسيبنا انا اسمها المكتوب هون لانه كل جزء له اسم. بس نحن نحكي على لوب بشكل عام. هاي اللوب اللي هون شو نسميها نسميناها تيمبرال لوب. اما اللوب الخلفية شو نسميناها ليه اوكسوبيتال لوب. نرجى. هسا في شغلة كان ما نروح. هسا في عندي اش اسمه سلكس. برضو ما اخدتو بالاناتومي. هذا اللي هون نسميه سنترل سلكس. سلكس هو زي خلني حكي. مش قناة. زي القروف زي الحفرة اشي زي هيك. تمام. اذا هون شو نسميه سنترل سلكس. هاي مهمة. هاي اللي هون نسميها اللاترال فشر. اوكي. تيمبرال لوب حكينا عنها. دي برينستين معارفينها. سريبلة معارفينها. تمام. اه هاي. البري اوكسوبيتال نوتش مش كثير مهمة صراحة. اوكي. فنحن نخلين المشكل مهمة. بس. يعني مش غلط نعرفها. اوكي. البري اوكسوبيتال لوب والبرايتل اوكسوبيتال. اه عفوا. بري اوكسوبيتال نوتش والبرايتو اوكسوبيتال نوتش. هزا السؤال. كيف نعرف شو تسميتهم. البرايتل ما هي هاي برايتل لوب صح والله. وهاي اوكسوبيتال لوب. ففيه زي نوتش هون. نوتش هي شو. يعني لنفرض انه هاي مثلا شغلة. فيها زي هاي. شايفين هاذا اللي هيك. هاي منسميها النوتش. فهون فيه اشي بس مش مميين كثير بالصورة. منسميه برايتو اوكسوبيتال نوتش. واللي هون منسميه بري اوكسوبيتال نوتش. تمام تمام. فااذا شو سمينا هاذا اللوب. فرونتل. هاد برايتل. هاد تيمبرال. هاد اوكسوبيتال. هسا نعرف الفنكشية تبع كل واحدة. الاوكسوبيتال اللي هي موجودة من وراء صح. طيب. شوفوا. حسا مش العين. هنمسح كل هاي شوين. اوك. مش العين عندي موجودة هون صح والله. انا كيف ربطتها وقتها. طيب ما هو الاوكسوبيتال هيك جاي صح والله. فانا يعني عشان اربطه حالي. عملت انه زي عصب من هون طالع. فاذا الاوكسوبيتال لوب شو بتحكم بالعين. يعني بيتحكم بالرؤية. فهاي نطلح هون. الاوكسوبيتال شو تعمل. هي اللي بتحكم بالبروسيس تبع البصري بالبصر يعني تمام. طيب. التيمبرال. الهيواني التيمبرال هاي التيمبرال صح والله. اوك. التيمبرال شو بتسوي. تعمل. هي اللي بتتحكم بأول سنسر انبوت. الهيرنج. اند انتلكتال فانكشن لايك لانجوج. اوك. طي. خلني احفظها واحدة واحدة. شوف انا كيف ربط كمان التيمبرال. التيمبرال كيف ربطتها انا. طيب ما هي التيمبرال وين جاي. عند الذان صح ولا لا. فاذا هي اول اشي بتتحكم بالهيرنج. هيا. بالسماء. تمام. وبرضو هاي لك تحفظوها الثانية اللي هي السنسوري انبوت. يعني مثلا انت حسيت انك يعني الاحساس بشكل عام. السنسوري انبوت. الاحساس لوين بيروح للتيمبرال. تمام. لو. واللانجوج كمان. تمام. تمام. طيب. في معلومة هون مهمة. بالنسبة للبرايتل. انه هذا الجزء اللي هو البرايتل اللي هو البرايتل هاي. البرايتل لوب. تمام. البرايتل دقيقة شوية خلني اجي ها اطلس. طب ان نطلع هاي جزء. طبعا دائما مش نبين نحسا على الرسمة. نبين انه يمين. هو فعليا جزء في اليسارة. اكيد الكل عارف هذا الايش. صح. طبعا نتأكد انه اطلع. ق Boden في تطلع مما انه نحن نطلع من قدام. فاذا هذا الجزء اليمين. هذا الجزء اليمين على الرسمة. بس فعليا هو جزء اليسار عنها. فهاي أيضا. صح ولا لا تسلم. اه البرايتل وين البرايتل. حكينا الابرايتل هاي هون. استحن한 نوز فوق. أ acompan. ليس هاي. هذا البرايتل الياش حكينا. شو تفقنا اللي برايتل الياش. Incre hospital idea. كل الأشياء اللي بتصير على اليمين تيجي على البرايتغ للشمال فهمتوا مرمزة كيف ؟ فهذه الطريقة من الكورتيكس można إطلاق الأخير باستخدام من الجيس يعني الأشياء اللي بتحسها باليمين يعني مثلا أنا غزتك إبري باليمين اللي هيحسها مين اللي هيحسها البرايتغ للشمال وصلت هاي مهمة مين اللي بحس يعني إن وخصت على اليمين تحس الشمال دماغك للشمال. إن وخصت على اليسار تشعر دماغك اليمين. بالنسبة للفرونتال اللي هي دماغية. شو بتسوي؟ هي اللي بتتحكم بالفلنتاري موتر اكتيفتي. بالحركة الارادية. تمام؟ والسبيكينج قبلتي. قدرتك على التكلم. الالابوريشن افتوت. انه التفكير. وستيميلايشن اف ديفرنت اريا اف اتس بريماري. موتر كورتكس موف موف ديفرنت بودي ريج. لانه ما هي نفس النقطة اللي حكيناها. انه الفرونتال اللوب هذا اللي هون. شو بتسوي؟ اول اشي بيعمله انه بتحكم بالحركة الارادية. وبتحكم بالثينكينج. بتحكم بقدرتك على الكلام. يعني انا اللي عم بحكيه هسه. طالع نتيجة تفكيري بالفرونتال لوب. وصلت؟ حركتي طالعه برضو نتيجة تفكيري بالفرونتال لوب. اوكي؟ يعني هو اللي بتحكم بهذا الاشي. تمام. اكتشفوا انه عند الناس اللي عنده سلوك عدواني. لو شلنا الفرونتال بصير ممكن اسيطر عليه. انه لانه فيه اشياء بتخص الشخصية. فيه اشياء بتخص التفكير. اوكي؟ والبيهيفير. تمام. هسه فيه شغلة. وين مكتوبة؟ اوكي. خلينا يجي هون. ماحس احسن؟ تمام. ايوه مش هاي. طالع هون. طالع هون. هنشيل بالله اللي أنا كاتبه. اوكي. اوكي. تمام. هسه لاحظوا هون. هسه فيه جزء تمام. جاي بين الدماغ اليمين والدماغ الاشمال. اه عفوا. بين الجزء اليمين والجزء الاشمال. اسمه كورباس كالوزن. تمام؟ خليوا ببالكو هاد. تمام. هسه السيربرال اللي هي الدماغي. يعني مش الدماغي. هاذا السيربرال. تمام؟ مع البيسة نيوكلياية. لا تنسوا. هايوه. سيربرال نرجع شوي. شو السيربرام؟ هو عباره عن البيسة نيوكلياية. و سيربرال كوريديكس. شماله؟ بنقسم الى تو همسفير. طيب. شو يعني همسفير؟ انه الى جزءين. هاي منسميها همسفير. وهاي منسميها همسفير. تمام؟ اوكي. هسه عندي. هسه عندي. و رايت. سيربرال همسفير. الليفت سيربرال همسفير. شمال هم؟ هم اللي بتحكموا باللوجيك. بالمنطق. بالاناليتيك. بالخلني حكي بالتحليل. تمام؟ و سيربرال تاسك. انه بالمهام يعني. هاي شيء حفظ صراحة مهمة. انه شق الشمال من الدماغ. الليفت سيربرال همسفير. شو بتحكم باللوجيك والاناليتيك. بالسيربرال تاسك. اما الجزء اليمين. البرسبشن. والارتستيك. والميوزيكال تالينت. يعني المواهب بتايتك. التفكير. الفنون اللي عندك. الخيال اللي عندك. من وين جاي؟ من الجزء اليمين من الدماغ تبعك. اوكي؟ يعني. نيجي هون. شوي باللهي. نطلع البرين كامل. هاي البرين. هاي البرين. اوكي؟ تمام. هسا البرين انا عندي. بتطلع عليه من قدام. هاي الجزء الاشمال. هاي الجزء اليمين. صح ولا لا؟ الجزء الاشمال. هو اللي بتحكم. باللوجيك. بالاناليتيك. والاشياء هاي المنطقية. خلن نحكي. الجزء الشمال هاي الجزء اليمين. أما الجزء اليمين. بشو بتحكم؟ الجزء اليمين بتحكم بالأشياء. بلي خلن نحكي. الخيالية. الخيال. بتحكم بالفنون. يعني بالمواهب اللي عندك. مواهب اللي عندك غاليوم يكون مخزنين وين؟ بالرايلة صرب ajuda. صرب رول اللي هميسيفير. اوكي. وهاي شوفوا هون. الكورباسكالوزم. شو وظيفة الكورباسكالوزم. زي ما فرجعتكو ياه قبل شوي الكورباسكالوزم كان وظيفته انه شو هاي ها شوي ها الكورباسكالوزم حلو شرط العباد اوكي الكورباسكالوزم شو وظيفته وظيفته انه بربط الright hemisphere باللفت همسفير تمام هاي ها تكنكت the right and left cerebral hemisphere تمام اوكي بالنسبة للسباينالكورد لانه حكينا السيناس بتكون البراين وعرفنا عنه حصل نحكي لسباينالكورد سباينالكورد extend through vertebral canal يعني شو ما حكينا في عندي vertebral column نيجع على vertebral column من جوة في عندي vertebral canal تمام ال vertebral canal موجود فيو شو سباينالكورد اوكي في عندي واحد وثناثين زوج من السباينال نيرب are connected to it يعني نيجي نطلع على هيك ها من هون من عندي الدماغ بس نخلص ال brainstem جذع الدماغ هيبلش عندي شو هيبلش عندي سباينالكورد تمام سباينالكورد هيبلش من هون لوين هيبلش سباينالكورد حرفيا فعليا لهون دقي شوي يعني انه هاي كله عبارة عن سباينالكورد هالما الثلاثين زوج من النيرب لاحظوا ، زوج coch autism يدفع والترتيج Yea يعني نظر هون هاي وهاي وتبرزوج فأنا عندي واحد وثلاثين زوج تمام موجود بالسباينال كورد تمام تمام هسا The cord range vertically from a large hole at the base of skull يعني في أنا عندي بالسكل بالجمجمة في عندي فتحة تمام شو اسمها فورة من ماغنم هاي الفتحة حيمتد منها الاسباينال كورد هاي ظل ماشي عن طريق شو يعني 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 شعلا اخص رايك الكلام شوي هاي هيك تمام هاي الاسكليترا طلع هون هم نيجا هون هسا هون في عندي فتحة هاي هون بالباسو في سكل بالقاعدة تأتي الاسكل في عندي هون فتحة هل نشوي نشيل عشان تبين عندي ها هم شوي هاي الفتحة شايفين كيف هاي هيا الفتحة هون هاي شا اسمها شوي ش كتير مبينة صلاحة ها خلاص مش مشكلة اسمها الفورامين ماغنم هاي الفتحة هيفوت فيها الاسباينال كورد وحيظل مكمل جوال فيرتبل الكنال فيرتبل الكنال اللي هي هاي شوية بالله هاي ها فيرتبل الكنال اللي هي هاي اللي موجوده هون يعني سينزل spinal cord هيك و هيكمل جو البرتبرال كامل كم زوج عندي 31 زوج؟ They attached spinal nerve pair are يعني شو هم هذون الأزواج اللي حكينا عنهم عندي ثمانية cervical شو معنى cervical؟ إنها بالرأس يعني جهة العنق خلني حكي و كان هناك الكريم ليحوز عليك There which is cervical nerve The thoracic nerve buiten they attacked lumbar nerve اللي عندي بيروف لمبر نير بعدين عندي الساكرال هاي الساكرال واخر اشي عندي زوج واحد الكوكسجل نير تمام يعني بروري صراحة تعرفوها عندي هسا الارقام حكت مش مهمة الدكتورة بس ايثنك انو بالانرطب مهمة للكم مش مهمة عندي ثمانية سيرفيكل اتناش ثروسك خمسة لمبر خمسة لمبر وخمسة ساكرال وواحد كوكسجل تمام هاي ها طلح هيك عندي هون ليه ثمانية سيرفيكل بيجا عندي اتناش ثروسك خمسة ساكرال خمسة لمبر خمسة ساكرال وواحد كوكسجل تمام باي هسا اوك تمام هسا بالنسبة لل سباينال كورد وال سباينال كورد والبراين فيه شغل مهمة عنهم بدي حكي هسا هسا هاي من السباينال كورد هاي مقبع عرضي من السباينال كورد وهاي مقطع عرضي من البراين نيجي نوخذ على المقطع عرضي تالي سباينال كورد هسا وتلاحظوا ببرا في عندي اشي ابيض صح ومن جوه اشي رمادي الابيض منسمي شو منسميه الوايت متر اللي رمادي منسميه اللي جري متر تمام طبعا انا هاي الصورتين ما اخذو من النت عشان اوضح لكم شغلات اوك لانو بحس الشرحة اليوم هاي اسهل اوك مش موجودين بسلايدات نفس الاشي للفهم انا بحب اجيب هيك اشياء من النت عشان ارسخ الفهم عندكم اوك اذا عندي هاي الوايت متر وهاي اللي جري متر اوك هسا اللي جري متر لو تلاحظوا فيها 3arygen اللي هي الarygen طبعا ممكن واحد هي سألني يا عمر كيف انا بدي اعرف الانتيريرا من البوستيريور طي هسا اللي بتكون فتحا زي هيك كثير شوية يعني كثير شوية حلو اللي بتكون فتحا زي هيك طلوا كيف الفتح شوف الفريق بين الفتحوان الفتحوان انا هيك حضت صراحة هاي الفتحة هي الانتيريور ريجين تمام يعني معنات هاي الانتيريور وهقي اللي نسميها البتريور أصلا دورس ال Short يعني هي Cause Cinderella جهة مثلها الفentral ولانها حيث لاحظوا أن الجري متر بالسباينا الكورد بتكون بالداخل صح ولا ومن الخارج عندي الوايت متر هاي اللي برين شوفوا اللي برين العكس باللي برين الجري متر بتكون وين بره أما الوايت متر شو بتكون جوه طي يا عمر نحن كيف من نعرف الجري متر من الوايت متر هس شو يعني جري متر أصلا شي يعني وايت متر هاي ما أظهر موجودة فيه بس هيك معلومة زيادة الكل الغري متر بيكون فيها البادي تبع السل أوف نيرون يعني مثلا مثلا هسا هالمعقول باللي برين يكون البادي هون والآكزن هيك لا طب ما هي البادي هون وحتمشي زي هيك وتنزلها تحت صح ولا لا فالفكرة انه هاي الغري متر بتكون برا والوايت متر بتكون من جوا تمام طيب نرجع لسلايداتنا يب بيحكي لك هون الوايت متر أوف سباين الكورد كونزوز أوف تراكت بيرتكل ريلي يعني مني يجعل سباين الكورد في عندي الوايت متر من برا صح فيها تراكت كيف يعني تراكت في انه زي مسارات هون هون و هون في مسارات بالوايت متر طيب في عندي السنينج ودسنينج لاحظوا عندي السنينج ودسنينج السنينج معناها طالع طيب سؤال نرجع الصورة اول صورة اخذناها شوي لا نفترض انه هيك. هسا مش حكينا انه هون ها نمسع لي هون شوي طيب مش حكينا انه لما يجي اندي مؤثر هيطلع بيطلوه على البرين صح ولا لا فبالتالي الاسندي من وين ديكون جاي بدي يكون جاي من الريسيبتورس وهي الاشياء ورايح لجهة البرين رايح للسياء ناس مشان شو مشان ينقل الاشارة ينقل الالم لانه لما تنجرة انت خلص بتحس طب هذا احساسك هيروح للاسندي بحيث انه يطلع لفوق عفون شو ها يطلع لفوق مشان يؤدي هاي الاشي المعين اما الاسندي هو اللي بصدر الاوامر يعني اعسى بالمثال طلع للبرين البرين اصدر امر هينزل عن طريق الاسندي صح ولا لا اوكي فهي ها اسندي تراكت من وين بيكون جاي برسل السيجنال فرم كورد اب يعني اه دقي ايا شوي يعني الفكرة الكلام صراح هونش كتير واضح باللسلايدات بس الامانة يعني كان خلص مش مشكله الفكرة انه انا عندي اسندي انه مثلا صار عندي مؤثر هون هيروح للتراكت هذا وعن طريق التراكت هيطلع للبراين تمام؟ أما الدسسندين هيجي من البراين ومن السياناس بشكل عام وروح يأثر إلى الإفكتور المعين الإفكتور أورغن تمام؟ طيب طبعا هذا أنا لخصت الكلام الموجود هنا كل ياتوا موجود إن شاء الله تمام هسا بالنسبة للغريماتر اللي موجودة بالسبانل كورد من شو بتتكون؟ الغريماتر بالسبانل كورد بتتكون من ثري هورد زي ما قلنا عندي الفنترال هورن الدورسال هورن واللاترال هورن بحكي لك هون أنه يعني أن العصب بشكل رئيسي نرجح هون العصاب هاي هاي العصاب اللي نحن نشوفها هي عبارة شو؟ هي موجودة بالبريفيرل صح ولا لا؟ موجودة بالبياناسي موجودة بالبريفيرل نيرف السيستم هذا اللي بحكي لك يعني زي تكرار awesome أوكي وبحكي لك إنه them are فيها affront وفيها eيفront وهذا الملق نفيضيات قبل سوى صح ولا لا؟ مين الافرن تكون بال deixa مين الافرنت؟ الافرنت هو الاسسندينج اما الافرنت المؤثر هو الديسندينج صح ولا لا؟ هذا اللي شارفنا اوكي هسا بيحكي لك هون انه اذا بتتذكر اول محاضرة اعطيتكو زي مقدمة عن هذا الموضوع انه مش شرط كل المعلومات تطلع للبراين كيف يعني مش شرط كل المعلومات؟ مش انه معلومات خلني حكي مش شرط كل الاشياء اللي بتصير تطلع للبراين طيب خلينا نقرأ هسا انا يعني هاي عبارة عن مقدمة للاشي اللي بدي احكيها هسا بيحكي لي اللي موجودين بالسباينال كورد غريماتر وين موجودين؟ بالجريماتر طيب اي غريماتر؟ لا بالسباينال كورد تبع بالجريماتر تبع 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 السباينال كورد تمام؟ شو هي؟ اسم هذا اللي بيصير INTEGRATE BASIC REFLEX REFLEX معناها استجابة يعني INTEGRATE BASIC REFLEX طيب THEY ARE PART OF THE REFLEX ARC اوكي؟ هي عبارة عن NEURAL BATHWAY THAT PRODUCE REFLEXES حسا بالنسبة ل REFLEX ARC اللي حكينا عنها هي عبارة عن شو INTEGRATE BASIC REFLEXES حكينا REFLEX او REFLEXES معناها استجابات حسا بشان انا فاهمكو اياها بالضبط خليني يجع الرسمة احسن اشي تمام؟ اوكي حسا هون على سبيل المثال عندي انا STIMULUS STIMULUS اللي هو الاشي اللي حيام التحفيز اوكي؟ بغض النظر هون عندي ريسبتور معين هذا الريسبتور انت مثلا لمست اشي نار اشي حامي كثير تمام؟ طيب هون مين حيحس بهذا الاشي؟ الريسبتور هذا الريسبتور عن طريق ال هيروح لوين؟ هيروح للSPINAL CORD لليغريمتر بالSPINAL CORD طيب سؤال مهم جدا هل معقول انا عشان ابعد ايدي عن النار بدي استنى طبعا هو الموضوع حتى لو يعني الموضوع كثير سريع بدي استنى حتى انه يطلع هذا المؤثر الى البراين ويقدر البراين يحلل فيه وشو فيه ومشو فيه ويلا شو بدي اعمل؟ لا شو اللي بصير؟ في Hyper Reflex R شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير كالاتي انه هذا المحفز بدل ما يطلع للبراين وياخد وقت طبعا الوقت اللي بتحكي عنه انت بتحكي عن ثواني او اجزاء من الثانية حتى تمام؟ بس برضو هيك اسرع اوكي؟ فاذا انا او يعني خلص انتوا هيك يحفظوها تمام؟ او يعني فهموها فاذا المحفز هيأثر حميل هيأثر على الريسيبتور الريسيبتور عن طريق الافراند باثوي هيروح لوين؟ للجريمتر الموجودة بالسبينا الكورد تمام؟ وين بالزوت بالجريمتر؟ اللي هو بالانتيجريتينج سنتر وين؟ بالانتيجريتينج سنتر سنتر حسب الانتيجريتينج سنتر هناك سيروح يودي عن طريق الافراند باثوي بسرعة 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 ابعدي ايدك يا جسم وصلت؟ فاذا المؤثر سيروح لوين للسبينا الكورد الموجود بالجريمتر هذا السنتر هيروح يصدر اوامر عن طريق الافراند باثوي حيروح يؤثر عمين حكينا؟ اما مسل او غلاند بهاي الحالة مسل هيؤثر على البايسبس والترايسبس انه ابعدي ايدك يعني هون طبعا مثال وصلت فهون انه ابعدي ايدك بسرعة ابعدي ايدك عن المصدرات طبعا اللي عمل لك وجه وصلت؟ طيب فهي كل القصة هاي قصة الريفليكس ارك والانتيجريتينج بيسنج ريفليكس هي نفسها فاذا السريع اخر مرة ريسبتور بتحسس بيروح بيرسل سيجنال اكشيب وتنشيب لوين؟ للجريمتر الموجودة بالسبانال كورد بالذات للانتيجريتينج سنتر هناك شو اللي بيصير؟ بيرسل اشارة عن طريق الافراند باثوي للموسلز انه ابعدي بسرعة اوكي؟ تمام؟ هسا شو مكوناتها؟ سهلة الريسبتور الافراند باثوي الانتيجريتينج سنتر والايفراند باثوي والافراند باثوي والافيكتور كله حكنا اوكي الريسبتور تتكت استيميولوس يعني الريسبتور بلاحظ هذا الاستيميولوس بهاي الحالة انك تمسك اشي ساخن اوكي؟ طيب الافيكتور makes the response of reflex انه الريسبتور هون شو عمل؟ حسب الوجع حسب النار يعني حسب الحرارة راح للانتيجريتينج سنتر انتيجريتينج سنتر راح للإيفكتور خليعي بعد وصلت؟ اوكي الانتيجريتينج سنتر بوين موجود؟ بالجريماتر متر of spinal cord. وحكيت لكم هاي المعلومة وهمة. ممكن يخربطك يقول لك الانتغرating center موجود بالويت متر مش بالجري متر. هذا غلط. الانتغرating center وان موجود بالجري متر. هذا غير موجود بالجري متر من الجري متر من الجري متر من الجري متر من الجري متر. لك يا هون انه باخذ الاشارات عن طريق باخذ الاشارات من اللي جاي من الافرنت باثوي وبرس الاشارات عن طريق الافرنت باثوي اوكي وبهيك ان شاء الله بنكون خلصنا المحاضرة واي حدا عندي سؤال عن هاي المحاضرة ما يتردد ويبعثنا وان شاء الله ما حدا هيقسر ويعطيكم الف الف عافية